يا صباح الخير عليكم اهلا بكم متابعيني متابعين قناة فن ولاب احنا النهاردة هنعمل اكلتين للضايت هنعمل مع بعض البيتزا من غير دقيق ولا اي حاجة خالص هنعملها بالخص هنقطع الخص زي ما انتم شايفين جوليان كده رفيع خالص وبعدين هتحطيه في بولا كبيرة وبعدين هنضيف عليه شوية مية سخنة بحيث ان هو يبقى دبلين شوية او طري بعد كده هجيب بولا تانية واحط فيها اربع بدات البيتزا دي هنعملها في الطاصة مع بعض تمام? الاربع بدات حطيت عليهم علاقة زبادي وحطيت عليهم رشة ملح هتقل بيها كويس قوي زي ما احنا شايفين مع بعض كده الطاصة هحط فيها معلقة زبدة صغيرة خالص وياريت تكون قليلة الدسم عشان السعرات الحرارية بعد كده هطلع الخص اللي انا هكونت حطاه في المية وحط عليه مقدار البيت اللي انا عملته هتحاولي بالمعلقة تسويه كده من الجوانب كأنك بتشكليه على شكل دايرة هنضيف عليه شوية جبنة متزرعة خفيفة خالص وفيه انواع جبنة متزرعة قليلة الدسم برضه عشان السعرات الحرارية هنغطي عليها شوية ده غاية لما البيت يستوي من تحت ياخد لون زي ما احنا شايفين الشكل الحالو مع بعد كده هنقلب هنرجعها الطاصة تاني بدون اي اضافة دهون هنحط عليها معلقة كاتشة بزغيرة خالص فوق الوش كده شوية جبنة متزرلة هتضيف عليها بيفي او لانشون او باسترمة اللي موجود عندك في البيت ولو عندك زعتر ممكن تضيفي شوية زعتر مع شوية جبنة متزرلة خفيفة هغطي عليها الغطة تاني هسيبها لغاية لما الجبنة تسيح معي تبقى بالشكل الجميل ده واستمتعي بأحلى بيتسة بدون اضافة دقيق خالص تعالوا نشوفوا الاكلة التانية مع بعض دي بقى ممكن تستعمليها وقبط غدا هنشوف مع بعض صدور الفراخ هنعملها ازاي وبرده عليها انواع صلطة هنقطع مع بعض صدور الفراخ شرائح بس تكونين جمدها صدور الفراخ شوية في الفريزر وبعدين هنرصها كده جنب بعضها ونحاول ان احنا ندقها كده بالشاكوش بتاع الاكل بتاعنا وانتبلها شوية ملح وشوية فلفل اسود شوية بابريكا زي ما احنا شايفين كده مع بعض ملح وفلفل بابريكا لو عندك بهارات فراخ لو عندك روزميري لو عندك زعتر كل ده جميل جدا وحننفرقها كده بادينا شوية وكل قطعة فوق التانية كمان عشان ده اخد البهارات من تحت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بعد كده هنقطع البصل قطعة صغيرة قوي هنقطع طماطم قطعة صغيرة جدا انا مش عايزة اقول كمية كل واحدة على حسب الكمية اللي هتعملها وبعدين هنبشر بيد مسلوق انا جبت هنا ثلاثة بيد مسلوق بشرتهم بالمبشرة برضه عشان فيه فوية حلوة جدا البيت جبت حتة جبنة متزللة برضه وخدتها كده بشر معيها برضه جبت بولة حطيت فيها البصل والطماطم وبشر البيت والمتزللة او تشيدر جبنة اللي تكون قلية الدسم عندك شوية بقدونس وشوية ملح وشوية فلفل وشوية مايونيز صغيرين كده مع علاقة برضه وحنقلبهم مع بعض كويس قوي 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 بس ما انقطرش في الملح عشان احنا عاملين ملح على الفراخ هجيب السينية هنحط فيها نقطة زيت ممكن تكون زيت دور عشان يبقى خفيف او زيت زتون هندهن بها السينية هحط قطع الفراخ بالشكل اللي احنا شايفينه كده وبالمعلقة بالراحة خالص هنحط على كل واحدة معلقتين كل قطعة فراخ عليها معلقتين من الخليط اللي احنا عملناه هندخلها الفرن لمدة خمستاشر دقيقة هتاخد لون ممكن نضيف عليها شوية جبنة مزرلة من فوق الوش ممكن ما نضيفش ممكن تكتفي بالمجدرة اللي حطناه وبالهنة والشفا تنسوش لايك اشتركوا في القناة